السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيزي طلاب صف الثالث متوسط عندنا سؤال مرشح ومهم. شرح الفصل الاول. عندنا اكتب الترتيب الالكتروني لمستوات الطاقة الثانوية الاتية. P5 F11 T6 S1. طلاب هذه مستويات طاقة ثانوية. مو ترتيب الالكتروني مع العناصر. لا. مستويات طاقة ثانوية. خلال اشرح لك عليها شوية عفوا حتى تفهمها. طلاب. عندنا مستوى الطاقة الثانوية. خلش رحلكها هنا هي الاس والبي والدي والاف. انا جامحة بكلمة سبيدف. سبيدف. احفظها. هذا مستويات الطاقة الثانوية. خليها ببالك. مستويات الطاقة الثانوية هي سبيدف. خليها ببالك. هسا خليت هاي ببالك. اوكي. سبيدف بها شيء اسم اوربيتالات. الاوربيتالات عبارة عن مربعات. نبدي واحد ثلاثة خمسة سبعة. يعني مين يقول لك اريد ترتيب الكتروني لمستوى الطاقة الثانية يخلي ببالك واحد ثلاثة خمسة سبعة سبيدف. يعني نحفظها كلمة سبيدف باللغة العربية. اس بي دي اف. وخلي لك اعداد فردية. يعني شنو هالاعداد الفردية? الواحد معناته هذا يحتوي على مربع واحد. واضح يعني مربع واحد الاس يعني اوربيتال واحد يعني اوربيتال يعني مربع. وهذا كل مربع بي اثنين الكترون. واحد صعد واحد نازل. البي بي ثلاثة. بي بي ثلاثة. راح ازغر هن. بوع بي ثلاثة اوربيتالات. ثلاث مربعات. كل مربع بي اثنين الكترون. جيد راح يقبط هذا بستة. صار بستة. الدي راح اكتبه هنا طلاب. الدي بخمس. مودة نقول واحد ثلاثة خمسة بخمس مربعات. يعني حفظها انت بشكل فردي واحد ثلاثة خمسة سبعة سبدف. واضح? واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة صار عندك عشر الكترونات بداخله. هذا عندنا طلاب راح يصير بسبعة سبع مربعات يعني سبع واضح? اذن هذه واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة والسابع اللي صار اخر واحد واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة دعش اتناعش تبطعش اربعة عشر الكترون. حس انت هنا عرفنا واحد ثلاثة خمسة سبعة وعرفنا كلمة سبدف هيط مستويات طاقة ثانوية. راح نجي اكتب الترتيب الالكتروني لمستويات الطاقة الثانوية الآتية. البي نخلي ببالنا كلمة سبدف. اس بي دي اف. واحد ثلاثة خمسة سبعة. البي كم مربع ثلاثة راح تقول لها. البي شون ميزة بين الترتيبات الالكتروني هذا صاير الرقم فوق ذاك صاير جوا. الحل البي خمسة البي قلنا سبدف ثلاث مربعات. قلت لك خلي بها خمسة شون تمليهن ذا الخمسة واحد اثنين ثلاثة بعد تمشي بشكل فردي بعدين ترجع زوجي اربعة خمسة. هسا هذا الترتيب الالكتروني لمستويات الطاقة الثانوية. شو بطلاب ملاحظة شون نكتب يعني هذا توضيح لو قيل لك بي خمس طعش. هذا يعني هذا في سفور. واضح? هذا هذا يعني هذا مستوى طاقة ثانو. بقى هن نكتبه? جوه. هن راح نكتبه? فوق الرقم. راح يصير المستوى طاقة ثانوي. حتى تميز. نجعل الاف الاف الدعش. نجي الاف تشم مربع سبعة من كلمة سبدف. نكتب سبع مربعات. نكتب سبع مربعات بقوا. احنا سبع مربعات. واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة. واضح? راح نكتب الداعش واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. الداعش ونوقف. هذا هو الترتيب الالكتروني لمستوى الطاقة الثانوية. وعدنا الدي. كاتب لك ستة. الدي نجي كم مربع? هي تعمل كلمة سبدف خالي نذنع على صفحة. خمس مربعات. قلنا واحد ثلاثة خمسة سبعة شكل فردي. كلمة سبدف. واحد اثنين ثلاثة اربعة هذا الخامس. واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة ونوقف لان هو قاعد اللي ستة. واضح? عندنا الاس واحد. الاس واحد. الاس واحد. الاس هو مربع واحد. هو مربع واحد. شقد بشم الكترون واحد. اتمنى طلاب افتهمت واني طبعا شرحتها بالصورة السريعة. وهذه الورقة راح تلقونها بقناتي على التليغرام رابطها موجود اسفل وصف الفيديو وكذلك باول تعليق مثبت. اه وطبعا معرف التليغرام اللي حبي يراسلني سبسل عن اي سؤال. وملاحظة انه انا اتأخر مرات بالرد. اه في اوقات الامتحانات. فان شاء الله تعذروني انا اجاوب الكل بس شوي اتأخر بالرد. خاف طالب يضل على باله. اه التوفيق ان شاء الله ويا رب افتهمته هذا الشرح. وان شاء الله اه النجاح.